مثل خير مشاهدينا بحلقة جديدة من على الـ 24 اليوم مشوارنا لحيكون لبيت كله إبدع صبية كانت والدتا الملهم والمحفز الأساسي إلى لدخولها لعالم الأزياء أجواء كتير حميمية وتفاصيل دافية هنعيش مع مصممة الأزياء ريشال أفندي ووالدتا يلي طلبنا منها أنه تنضم معنا لتحلال أعداء مرحبا كيف كون أنا كتير سعيدة بوجودي مع كل اليوم بالبداية نبدأ مع ريشا تخبريني وتعرفيني عن حالك أهلين فرح حبيبتي أنا ريشال أفندي فاشين ديزاينار معي شهادة من المعهد الإيطالي بالتصميم والتفصيل الأزياء وبالنسبة لدراستك أنا دراستي مخابر تحاليل طبية كانت بعيدة شوي عن موهبتي يعني مثل أي الطفل يعني بيكون أنه دراسة أول شي يعني توجه البيت الدراسة هي قبل بعدين الموهبة من النمية يعني على مهلنا بوقات الفراغ فكان دراستي مخابر تحاليل طبية تخرجت واشتغلت حتى فترة يعني ضمن هذا الشي كان ماشي معه موهبتي عم تكبر شوي شوي بشكل تدريجي كوني نشأت ببيت كلهم بخيطه تاتي الله يرحمها وجده وحتى والدتي فالمقاص والخيطان والأدوات الخياطة دائما بين إيدينا يعني نخلص دراسة فورا يعني بلتجئ لهذور الشغلات لما لي وقتي واتسلم فيه يعني ماميتك هي المحفز الأساسي لإلك أكيد أكيد مدام غالية تخبرينا عن دخولك لعالم الأزياء وكيف نقلت خبرتك لبنتك رشا والله أنا ربيت ببيت كمان بمجال الخياطة أبي وأمي كمان قياطين بالبيت من أنا صغيرة كمان تعلمت يعني تعلمت من النون وكملت وهي كانت صغيرة تعالى تشوفني شو عم بخيطت يعني هي صغيرة تخيط هيك تاخد قطع ماش هيك تخيطها للعبة تشتغل كان عمرها شي خمس سنين ست سنين وكلما لا تتطور يعني حسيتها إنه كتير بتحب تشتغل هيك ويعني حابة هالهواية نميت لها إياها وحبت تستمر يعني وصر لتجيب لها أمايش إلا أنت خيطية لحالك أنت يعني عملتوا شي مشترك مع بعض؟ أي دائما بعدين اشتغلنا سوا وقت كبرت طبعا اشتغلنا سوا أنا وياها بالتفصيل وإذا في تطريز في شك في عروق في ورد الصناعي مثلا تقعد تشتغل طالعوا من الجرنان من الموديل من النيت تساوي لي يا يعني اللي سيادة أحلم من الصور يطلع معها كتير كتير يطلع من بالتبع بغض النظر عن كونة بنتك مدام خلينا نحكي بإنصاف كيف شايفة شغلة لرشة اليوم؟ لا أيام بتفاجأ في أيام هي بتشجعني كتير يعني حتى هي لو القطعة كانت متوسطة أو عادية إنه كتير حلوة يعني برافو عليكي ممكن تعدلي وتطلع أحلى وأحلى يعني سمعت إنك مو بس عم تعلمي بنتك رشة بل أيضا عم تعلمي أحفادك وتلق لي خبرتك الطويلة لهم كمان بيشوفني بالابني بالبيت بيشوفني عم بخيت بيرقود بقى بياخد الإبري بمسطر لي بيحط لي علام بيمسك لي المتر بيشكل لي الماكينة بيعمل لي هيك بقى فيه إلى مؤشر هيك بيرسبه هيك بيليك هيك تاتي هيك هيك شكية هيك دخلية من هور حطي القبرة هيك رشة يعني ماميتك حتت لمساتها أيضا على فساطينك وقيمتلك ياهون؟ اي طبعا أكيد يعني هو بالأحرق وأنا بكون دائما يعني فيه دراسة لكل قطعة قبل ما أبدأ فيها إنه ماما شو رأيك هاي هذا الفستان يعني إنه تصميمه هاد حلو هاي اللقماشة هاي حلوة هاي مناسبة إنه هاي الشخص اللي بدا تلبسه بيلبق له هيك بالعادة شو رأيك أنت هدول الأشخاص مثلا حلوة معاهم هادول الموديلات اللي فيها شاحط أو النافشة أو موديلات السمكة فخلتني أنا مثل ما بيقولوا ماشية إنه ع طريق مرتاح ما فيه مشاكل ومطبات بالنسبة لأيلي اختصرت علي كتير شغلات شكرا لوجودك معنا مادام غاليا وشكرا لإنك أنت كنتي الحافز الأساسي لتطلع لشاكل هالإبداعات وأكيد لمساتك موجودة وجميلة كتير وأنيقة شكرا لإلك رشا خاليا نحكي هلأ عن شغلك من وين استوحيتي تصميم فساطينك؟ تصميمي بترجع على كل زبوني حسب شخصيتها يعني في زبوني مثلا بيلبق للشغلات العريضة الواسعة وفي زبوني بيلبق للشي تديق أو مثلا شكل الأبة وشكل الكتاف شكل الكمام يعني كل زبون وحسب شخصيته بيختار تصميمي ناسب جسمه وشكله طيب بالنسبة لبصمتك شو الشي اللي بميزك عن غيرك من الفاشن ديزاينر؟ قطعي كلها يعتمت ميزة أنه بنظافة الشغل عندي النظافة القطعة هي من بره متر جوة لازم تكون مرتبة ناعمة الموديل يبدأ من فوق ينتهى بنهاية الفستان بالتنورة بنعومة بشكل انسيابي ويكون مريح للنظر يعني لما شوفه محز أنه فيه ديفو أو فيه الطرف هيكي مو حلو مو مريح لنعين هيك شو هي الألوان والنقشات الدرجة لهذا الفصل؟ دائما الصيف بيحب الألوان الفاهية الألوان الدهبية الزهر السماوي الأصفر هذا الشي ما منشوفه بالشتة بالشتة منقلب بالعكس للألوان الداكنة الغامقة البوردو الخمري الغامة البني هاي ألوان الشتة طيب اعتبريني أنا هلأ زبونة وبدي فستان شو الخطوات يلي تبلشي فيها لحتى يطلع بعدين معنا فستان مثل ما بيقودوا على الـ 24؟ دائما بحب تشارك أنا والزبونة إنه هي شو بتحب؟ يعني لازم يكون القطعة اللي بدنا نساوية مختلفة عن نمطية القطعة اللي هي لابستها يكون في تميز شوي مو يكون أغلب قطعة ومتشابها ومنختار أنا وياها منوصل أنا وياها لقرار معين وأنا برسم لها كذا تصميم وبيقل لها إنه شو بتحب هي بتتبع خطوط الموضة بكل تصميمك؟ حلأ الموضة نحنا أكيد لازم نتبع الموضة يعني حتى لأنه نحنا عايشين بنفس هذا الوقت عم نساوي شي يتبع هذا الوقت مونش ساوي فستان يبين إنه عنا من اللي خزاني طلعنا ولبسنا هلأ موضة تغيرت صارت شكل الكم والقصات ترجع للستينات تقريبا بنفسة الكم بالخسر الديق الخسر المقطوع هاي شغلات رجعت تدرج مثل قبل مثل موديلات سعاد حسني بالنسبة للمحجبات بنعرف إنه هنن كتير صعب يختاروا الفساطين مناسبة لهم شو أبرز النصائح اللي بتقدمي لهم ياها؟ دائما فساطين المحجبات لما بتكون الأعراس مختلطة لازم تكون مصممة من الأصل إنه هي لهذا العرس يعني أحيانا بتجيني زبوني بتقولي أنا عندي فستان بس إنه مثلا نكمه أصير أو الأب مفتوحة فهو دائما لعني من نساويه ونضيف عليه إضافة بتطلع بيني إنه هي توصيلة يعني لازم يكون من أصل تصميمه أحيانا بيلبسوا الصبايا بادي بيلبسوا هيك يعني بيسيء للشكل العام للفستان وين مكان عملك وكيف بتعرضي فساطينك؟ ببيتي كل زبوناتي بيستقبل زبوناتي طبعا بالأوقات الصباحية لما بكون فاضية وفساطيني بيعرضها عن نيت أو على الملكان بيعرض الفساطين وبيختاروا منهم حتى اللي بيدلوا بعضهم الزبايا وبالنسبة للأقمشة المستخدمة للفستان بفصل الشتاء؟ الشتاء كتير هلأ الأمايش لتويد الكارويات المقلم حلوين كتير بالشتاء المخمل الشاموى يعني ممكن كمان يعني نضيف كمام تول خفيفة وهيك لأنه طبعا لما نطلع الطريق بيكون فيه جاكت رشها بالنسبة لمخططاتك المستقبلية بخصوص التصاميم اللي حت أدميها شو هي؟ حلأ بالنسبة لهذا الفصل عم جهز لصيف 2020 فساطين يعني ألوانها فاهية وكلها مصنوعة بالصرمة خيطان الصرمة وبيعتمد فيها الأشكال الهندسية أكتر من الورود الخطوط الطولية الأشكال فيها مسلسات حلوة عم تطلع وكمان نفضل أنه فيه مشروع جاي أنه ساوي قسم خصوصي للمحجبات يكون الفساطين ناعمة وبسيطة ومسترة حلوة يعني تلبق مع الحجاب وما تتضارب مع الحجاب ويكون عندي كمان قسم سبورات شوي بدي أعمل أنه قسم شوي صغير سبورات كان وأغلب شغلي بالفترة الماضية سواريهات بدي أفتح قسم صغير لسبورات شكرا كتير إلى كرشا ولكل التصاميم اللي قدمتيا وأكيد بتشكر ماميتك لأنه مثل ما قالنا هي كانت المحفز الأساسي لإلك لحتى يطلع كلها الإبداعات يعطيك العافية أنت وإياها بتشكري أهلا وسهلا شرفتي، انبسطت كتير بوجودك معي اشتركوا في القناة